عندما نسأل كيف حالك كم شخص يقول من صميم قلبه أنا بخير لماذا كلما سألنا كيف حالك نجد أنفسنا تحت وابل من الشكاوى والمآسي لماذا أكثر الناس لا يقولون أنا بخير بل يقولون نحن لسنا بخير مشكلة كذا وحال كذا ومسألة كذا وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به خير يفقه في الدين الحديث ربط بين الخير وفهم الدين إذا أراد الله بنا الخير يجعلنا نفهم الدين الفهم الدقيق يعني إذا فهمنا الدين بشكل دقيق فسنكون بخير وكلما قل فهمنا للدين كلما صرنا نشعر بأننا بحالة سيئة أكبر مصيبة يمكن أن تصيب الإنسان هي أن يفهم الدين بشكل خاطئ لأنه في مثل هذه الحالة يصبح مثل البحار في وسط البحر الذي أضاع البوصلة لا يعرف أين يذهب أو يذهب في طريق يظنه صحيحا وهو طريق خاطئ يصبح مثل المريض الذي يعطى شيئا يقولون له هذا دواءك فيشربه فإذا به سم يشرب السم وهو يظنه دواء الذي يفهم الدين خطأ يكون كالذي يسلم سلاحه لعدوه وهو يظن أن هذا العدو هو صديق سينصره عندما نسيء فهم الدين فإننا نذهب في طريق نظن أنه سيأخذنا إلى الجنة وفي النهاية نجد أنفسنا في وسط جهنة حدثنا الله عز وجل في سورة الكهف عن هذه المصيبة العظيمة فقال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعا يعني الإنسان يظن أنه يعبد الله أو يظن أنه قد فهم الدين فيقوم بأشياء لا تأخذه إلا إلى غضب الله وإلا إلى التعاسى في الدنيا والآخرة عندما يغيب الفهم الصحيح للدين نجد جميع الناس الفقراء والأغنياء المثقفين وغير المثقفين جميع الناس يشتكون وعندما فهم الدين الدقيق الصحيح يكون موجودا في أذهان الناس نجد الجميع بخير سعداء يشكرون الله على حالهم لكن السؤال هل يمكن أن يفهم الدين بشكل خاطئ؟ عندما ننظر إلى القرآن نجد أن الله عز وجل في سورة هود يقول لسيدنا نوح يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيضك أن تكون من الجاهلين يعني الله عز وجل يلبه سيدنا نوح لا تفعل كذا هذا ليس من الدين ونجد أمثال هذه التنبيهات قد وجهت إلى أنبياء آخرين فإذا كان الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه فنحن إلى هذا منهم أحوج نحن نحتاج هذا أكثر منهم كل شيء نتعلمه يمكن أن نفهمه خطأا فيأتي من يعلمنا ويقول لنا هذا ليس صحيح الصحيح وكذا وكذا والقرآن الكريم قد نبه الأنبياء إلى بعض الأعمال فقال لهم لا تفعلوا كذا بل افعلوا كذا القرآن الكريم نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة إلى بعض الأمور قال لهم الدين ليس هكذا بل هكذا في الحلقات القادمة سنتحدث عن سوء فهم الدين وعما يجلبه سوء فهم الدين من مآسي للأفراد والمجتمعات من ظهور أناس متفلتين من الدين إلى ظهور أناس متشددين في الدين يقتلون كل من يخالفهم ووراء كل ذلك هو مشكلة واحدة هي سوء فهم الدين فهمنا للدين يدير سلوكياتنا ويوجه عواطفنا فإذا فهمنا الدين بشكل صحيح نكون ممن أراد الله بهم الخير من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإذا فهمنا الدين بشكل خاطئ فسنكون بعيدين عنه معرضين عنه وستكون حياتنا كئيبة جدا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى هذا الفيديو والفيديوهات اللاحقة في هذه السلسلة سيكون عنوانها لا تفهم دينك خطأ بالعربية وبالتركية دينني ينضش أن لما الفيديوهات ستكون بالعربية والتركية الفيديوهات العربية ستكون في هذه القناة الفيديوهات التركية ستكون في القناة الجديدة التي ستكون بالتركية فقط هنا فيديوهات بالعربية هناك فيديوهات بالتركية والفيديو يحمل نفس العنوان ما شاهده بالعربية وأعاد مشاهدته بالتركية يقوي لغته التركية غايتنا أن نتعلم معا ونستفيد معا ونكون سعداء معا رابط النسخة التركية من هذا الفيديو سوف تكون موجودة في مربع الوصف إذا دخلتم إليه سوف تجدون رابط هذا الفيديو وسوف يكون موجود هنا في آخر هذا الفيديو وهذه الفيديوهات كلها بعد أن تنتهي سوف تخرج في كتاب جميل اسمه بالعربية لا تفهم دينك خطأ وبالتركية دينني ينضش أنلم إن شاء الله يمد الله في أعمارنا حتى تنتهي هذه السلسلة الآن ستكون سلسلة أسبوعية لكن إن بارك الله في الوقت سوف تكون في المستقبل إن شاء الله يوميا أتمنى لكم دوما التوفيق إن شاء الله نفهم جميعا ديننا بشكل صحيح ودقيق ونكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ترجمة نانسي قنقر